دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمثل والحوار بنا جدا سبحان من خلق الوراء ولحكمه عنت الوجوه أهل الحقيقة في مرايا خلقه قد شاهدوه عرفوه في ألبابهم وبفكرهم قد قدسوه حتى إذا كشف الغطاء عن البصائر وحدوه الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد حرزا لعباده وحصنه وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنى والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم الناس خلقا وبرا ومنى أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا نتحدث في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى عن محور العبادات وهو التوحيد توحيد الله عز وجل بداية وقبل أن نفرق بين أنواع التوحيد وبين أن نتطرق إلى الشرك وأنواعه وهو ضد التوحيد نود أن نقف عند سورة التوحيد وعند كلمة التوحيد في القرآن المجيد سورة تسمى سورة التوحيد وهي قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنها سورة الإخلاص نعرف لماذا سميت بسورة الإخلاص لكن بعد ما ناخد التصال من أم يوسف السلام عليكم يا أهلا بيك تفضل يا ميوسف كل عجم حضرتك بخير وحضرتك ووصرتك وأهلك جميعا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والباركة اللهم أمين يا رب بص يا سيخ أنا عندك تصدر بيس عن الحلقة تفضل تمام أنا دلوقتي في مشاكل وبيني ما بين جوزة كبيرة تمام فجي الفترة اللي ساكت ما كانش بيصرف على البيت ما كانش ليه دعوة ببني ملوش دعوة أي حاجة فلما جاي طلبه مني طلب من باباين بارس ابني فأنا قلت له إنك ملكت في حاجة إنت متعرفش عنه حاجة أو تعرف إنه هو بيتربع إزاي أو بيصرف إزاي أو بيأكل وبيشرف إزاي فكل عمال يقولي فيه سرمانية عليك يعني إنك كده بيتجي زمنه طب الزمن دوت لما إبني ساد كان هو فين إبني لما كان بيعمل عملية أنا إبني عام ثلاث سنين لما عمل عملية وثنين وثلاثة إنت كنت فين إنتوا منفصلين يا أمي يوسف؟ إيه؟ منفصلين ولا لسه على زمته؟ لأ المفهود أننا الحمد الأن لسه على زمته تمام تمام شكرا حاضر يا أمي يوسف حاجة وبك حاضر شكرا كزيلا الأخت الكريمة بتتحدث في مشكلة اجتماعية كثيرا ما تظهر في مجتمعاتنا بيحصل خلاف بين الزوج والزوجة وبيكون فيه أولاد ضحية الخلاف ده بينتج عن عدم شعور أحد الطرفين أو أحد الزوجين بالمسئولية أو الأمانة الملقاة على عاتق واضح من كلام الأخت المتصلة أن الزوج كان مقصر ماديا في حق بيته الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأب أو الزوج أو رجل البيت هو المسئول عن الإنفاق لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول لا يعني الإنسان بيزنب زنب كبير جدا أنه هو بيضيع من يعول من أهل بيته سواء كان بالإنفاق أو بالرعاية سواء رعاية معنوية أو رعاية مادية خاصة إذا كان ربنا بيرزقه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ليس من من وسع الله عليه ثم ضيق على أهله وعياله ولذلك احنا عرفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة اللي يكون زوجها بخيل وبينفقش عليها ولا على أولادها أن هي تاخد بدون إذنه بالمعروف ما يكفي نفقتها ونفقة أولادها إذن لا شك أن أي زوج من هذه العينة يعني معاه ما ينفقه على أهل بيته ولا ينفق بيأثم إثما عظيما بيبقى مزنب زنب كبير وبيكون قدام ربنا سبحانه وتعالى خائن للأمانة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله على رعية أي أن كانت الرعية سواء زوجة أو زوجة أو أولاد أو أي أسرة يسترعيه الله على رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته فقد برئت منه ذمة الله ورسوله والعياذ بالله إذن الزوج مزنب الزوج آثم مخطئ إذا كان بهذه الطريقة معه ما ينفقه ولا ينفق ولابد أنه يسعى من أجل أن يوفر قوت أهله وأولاده طيب لكن بالنسبة لحتة أن الزوجة تمنع الأولاد من أن أبوهم يشوفهم دي مشكلة ما ينفعش لأن له حق الرؤية حتى لو انفصلتم أنت ليك حق الحضانة لكن هو له حق الرؤية الدورية يعني من حين لحين حتى لا تكوني آثمة ناخد اتصال من الأخت آية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ستضل السلام عليكم أزاك حضرت الشيط يأهلا بيك أهلا وسهلا ممكن نسأل أنا كان عندي سؤال كده ستضل لما الإنسان بيموت المفروض في حساب في قبل وكده وفي ملك بيجيس ألوك تمام تمام لو حتى بقى مات والقصة بتاعته يعني مش هتدخل القبر مثلا حديث وقدر مثلا حاضر حاضر يا صلى أختنا الكريمة بتسأل عن الحساب اللي بيحصل بعد الوفاء طبعا من المعلوم أن القرآن والسنة أخبرونا بأن في حاجة اسمها الحياة البرزخية والحياة البرزخية دي بتكون فاصل بين الدنيا وبين الآخرة يعني بين الحياة الدنيا اللي احنا بنحياها وبين يوم الإيامة اللي بيكون فيه الحساب الأكبر اللي هو يوم النشور، يوم البعث، يوم الفزع الأكبر، يوم التغابن، يوم الغاشية، الجاسية، الواقعة، القارعة اللي هو يوم الإيامة اللي بيكون بعده حساب وميزان وصراط وصحف بتتطاير وجنة ونار ده يوم الإيامة ويوم الحساب الكبير قبل يوم القيامة الإنسان مات النهاردة أو مات من فترة أو مات بعد جدا فيه فاصل الفاصل ده بنسميه الحياة البرزخية الحياة البرزخية اللي الإنسان فيها بيقبر يعني بيدخل القبر احنا عرفنا من السنة أن فيه حساب في القبر حساب مبدئي أن الإنسان بيسأل عن أسئلة محددة من ربك وما دينك وما نبيك دي الأسئلة السابت الأسئلة في ظاهرها أن هي سهلة لكن طبعا مش أي حد حيقدر يجاوب عليها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء طيب احنا عايزين نجاوب على السؤال بتاع الأخت الكريم احنا عرفنا أن فيه سؤال في القبر والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن العبد بعدما يدخل القبر بيجيلوا الملكين والملكين بيسألوه والعبد الصالح ربنا بيسبته والعبد الفاسق أو الفاجر أو العاصي بيقول لا أدري طيب اللي لم يدفن أو لم يدخل القبر ده بيكون حسابه إزاي؟ هنجاوب بس بعدما ناخد اتصال من أم يوسف السلام عليكم السلام عليكم معرفش يا خيش خضرات بيقول دلوقتي إن أنا لو بعث أولادي عنه أنا كده يبقى علي إزم أو علي زمي نعم تمام؟ دلوقتي لفوق الست شهور هو ما يعرفش حاجة عن ابني المفروض إن أنا حامل وعلى وش أولادة يقول لي أنا مجيز زعوة في بلادها ومجيز زعوة بيها ومش هتكفلها فمسكني بحكة إن بالوقت إن ده عايزاني عايزاني أصرف على الليال لو إنش بتقدر تصريكي عليهم حتيهم لي حتيهم وأنا عايزة بطريقة طب بأني يعني أنا مش عايزة أقول كل ما يكون فيها حرمانية بأني سعره وأن يزيد لو واسق إن طفل ثلاث سنين وطفلها لسه المفروض إن هي هتكي تعيش من نظر أمه أيها تمام؟ دي نقطة تاني نقطة أنا تفوضت بحاجات كثيرة عايزة أقوئي على سن خاطر أبي يعني على سن خاطر ابني وعلى سن خاطر بنتي اللي جاية بس عدم مراعيص يعني عدم مراعيص ربنا فيها وفي ابنك هي اللي وصلت لحق غير إن هو يعني أنا مش عايزة أتكلم في طفولين ما ينفعش أتكلم فيها في حاجات كنت بتكتل كتير اللي هي ما ينفع طب أنا أديك أولاد إزاي وأنا أمك عليهم إزاي طيب حاضر هكلمك يا أم يوسف هقولك الوقت فضلي شكرا كزيلا طبعا أولا أنا عايزة بشارك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيهما امرأة صبرت على أذى زوجها بنى الله لها قصرا في الجنة وجزاها بما جزى به آسية زوجة فرعون يعني إذن الزوجة اللي بتصبر على أذى زوجها وعلى سوء خلق زوجها والضحي علشان أولادها ده بيكون لها أجر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى إحنا عايزين نعرف إن فيه معادلة في الدين بتاعنا إن إحنا ما بنقابلش الإساءة بالإساءة ما بنقابلش الضرر بضرر لكن الدين بتاعنا أو القرآن بيقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد الوصية المحمدية بيقول فيها سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم أعفو عن من ظلمك وأعطي من حرمك واصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك ولا تخن من خانك هو أساء وأصر وإحنا قلنا في بداية الحوار إنه هو عنده جزء كبير من الخطأ لكن أنا ما قابلش الخطأ بخطأ بمعنى هو كأب من حقه الرؤية الدورية المتكررة من حين لحين كل أسبوع مرة بس الموضوع ده بيكون بعد ترتيب الأمور أهل الحل والعقد بيفصلوا بينكم ما كانش فيه حاجة اسمها محكمة الأسرة بتفصل بينكم وبعد أما بتفصل بينكم وبيتم اتفاق معين أنت لك النفقة نفقة الأولاد ونفقة العدة ونفقة الموت على وحصل انفصال والسكنة لك حقوقك هو بيلزم بهذه الحقوق إذا أثر هو آثم لكن مش معنى إنه هو أثر في الحقوق اللي عنده يبقى أنا أمنع الحقوق اللي عندي معنى كده أنا شايف إن أنت حريصة على إن أنت ما تعصيش ربنا أو ما ترتكبيش زنب هو من حقه كأب إنه يشوف الأولاد بصفة متكررة يعني بصفة أسبوعية أو بصفة دورية حسب محكمة الأسرة أو ما أهل الحل والعقد اللي بيفصلوا بينكم يفصلوا ويحددوا له موعد معين ساعة أو أسبوعيا أو ما شابه ذلك لكن في الحالة دي إلا إذا كان فيه ضرر من الأولاد عليه ضرر منه على الأولاد إذا كان بيطاعة مخدرات إذا كان له سلوك سيء أو منحرف وليس يلتقي بالأولاد نأخذ الاتصال من الأستاذ إسماعيل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا زلط طبيلة يا أهلا بيك يا أستاذ إسماعيل تفضل ألا خليك أعجب أسأل بس في علم شريعة أو علم حقيقة نعم لماذا أقفى الله علم الحقيقة على علم الشريعة حاضر شكرا جزيلا تفضل يا أستاذ إسماعيل شكرا نرجع الأول لسؤال الأخت آية اللي كانت بتسأل عن سؤال القبر إحنا اتفقنا إن فيه ناس ما بتدخلش القبر فيه ناس غرقت في البحر أو الجزس بتاعتهم ضاعت في بطون السباع أو بطون الحيتان كل دول ربنا بيجمعهم مرة أخرى المكان اللي هو مات فيه بيبقى بمثابة قبر له يعني إذا كان في بطن أسد أو في بطن حوت أو ما شابه ذلك أو في البحر بمثابة قبر له وبيسأل فيه نفس السؤال اللي بيسأله في القبر وبعد كده حتى لو الجزة بتاعته فانية وتحللت وتمزقت بتجتمع مرة أخرى من أجل السؤال بين يدي الله عز وجل الدليل على ذلك حديث صحيح عبد الرسول صلى الله عليه وسلم روى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رجلاً ممن كان قبلكم كان له مال وولد يعني أتاه الله مالاً وولداً فجمع بنيه قبل موته وقال لهم يا بني أي أب كنت لكم قالوا كنت خير أب قال فإني أشعر أني ما عملت خيراً قط فإذا ميت فأحرقوني ثم سحقوني حتى إذا كان يوم ريح عاصف فذروني في الرياح فإنني أشعر أني ما عملت خيراً قط وإذا لقيت ربي فسيعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فلما مات الرجل فعلوا معه ذلك أحرقوا جسته ثم سحقوه ثم ذروه في التراب فجمعه الله عز وجل فإذا هو قائم على هيئته فقال له رب العزة يا عبدي ما حملك على ما فعلت قال خشياتك يا رب قال رب العزة فإني قد غفرت لك معنا اتصال من الأستاذة الناس ونرجع تاني السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته طبعاً أنا أريد أصوم ستة البيت ونفس الوقت عليها أيام من رمضان تمام أنا أينفع أصوم الاثنين بنية واحدة أنا أصوم بنية بطرار هذا الشيء ونية بطرطة البيت ولا ما ولا يفعل حاضر شكراً جزيلاً الأخت الناس بتسأل عن صيام الست أيام البيت طبعاً من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صامت ظهر كلها واختلف الفقهاء في ازدواج النية قال بعض الفقهاء تجوز ازدواج النية بين قضاء الفريضة وبين النفل أو التطوع ولكن الأحوط والأفضل أن أنت تفصلي يعني تصومي الأيام اللي عليك منفصلة والصومي ستة أيام تطوع منفصلة عشان يكون الأجر أكبر عند ربنا سبحانه وتعالى نرجع تاني لسؤال الأستاذ اسماعيل اللي كان بيتصل وبيسأل عن علم الشريعة وعلم الحقيقة طبعاً من المعروف أن العلوم الدينية علوم كبير علم الشريعة ده العلم الذي يفصل الأحكام يعني بيعرفنا الشرع بيعرفنا الدين بيعرفنا الحلال بيعرفنا الحرام أما علم الحقيقة فهو العلم الذي يتصل بالله عز وجل نعرف حقيقة الله حقيقة الكون ومن ذاق عرف لأن الحقيقة حينما تستقر في قلب العبد بيزداد إيمانه ولذلك احنا قلنا أن الصورة اللي احنا كنا نتكلم عنها في بداية الحلقة اسمها صورة التوحيد أو صورة الإخلاص لماذا صورة الإخلاص؟ لأنها أخلصت وخلصت أخلصت الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك وهي تعذل سلس القرآن لماذا؟ لأن القرآن مقسم إلى ثلاثة أسلاث ثلاث أجزاء أو ثلاث أقسام خبر عن الخالق وخبر عن الخلق وتشريع التشريع دا اللي هو علم الشريعة الخبر عن الخالق اللي هو علم الحقيقة يبقى فيه تشريع وخبر عن الخالق وخبر عن الخلق صورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق اللي هو علم الحقيقة أخلصت الخبر عن الخالق بكلام جامع مانع فكانت بذلك تعدل سلس القرآن ولذلك فهي صورة محببة لدى المولى عز وجل يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت بمثله فيما مضى وجاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا جبريل ما لأرى الشمس طلعت اليوم بيضاء بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت بمثله فيما مضى قال إن ذلك معاوية ابن أبي معاوية ليسي رجل مات اليوم بالمدينة فأرسل الله سبعين ألف ملك يصلون عليه ويشهدون جنازته قال الحبيب فيما ذلك يا جبريل قال لقد كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد بالليل والنهار في ممشاه وقيامه وقعوده نأخذ الاتصال من الأستاذ سميرة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم والنبلة في استصاري عم الشخ له وتفضل أنا لي يا ابن المتوفي يعني الله يرحمه ويصدرك يجوز إن أنا أصوم له فطوق حاضر وقال برضه لو صنحت وحية النبي أنا عايزك تدعي لأولاد واحد في الجيش واحد معي بالله عليك تدعي لهم أن ربنا يكون مصحة أولادك اسمهم إي حاجة؟ أولادك اسمهم إي حاجة؟ اسمه فارج إبراهيم الشازل وورقفة إبراهيم الشاجل ماشي يا حجة سميرة تفضلي ربنا يحفظهم وبريك لك فيهم وإن شاء الله كلنا ندعي لهم بظهر الغيب ولسهر أولاد المسلمين حجوبك يا حجة تفضلي أختنا الكريمة لها ابن متوفى وطبعا اللي بيصبر على فقد الإبن في الدنيا بيكون له منزلة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة فإحنا طبعا بنبشرها أن ربنا قال في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي في جسده أو ماله أو ولده فصبر وحمدني استحييت منه يوم القيامة فلم أنصب له ميزانا ولا ديوانا وقلت يا ملائكتي أدخلوه الجنة بغير حساب وطبعا كلنا عارفين لما ربنا يقول للملائكة قبضتم ولد عبدي قبضتم ثمرة فؤاده قبضتم فلزة كبده يقولون نعم يا رب وأنت أعلم فيقولوا لرب العزة ماذا قال يقولون حمدك واسترجع فيقول ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فربنا يصبرك وإن شاء الله بنبشرك ببيت الحمد في الجنة أما بالنسبة للصيام عن المتوفى فصيام الفريضة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه لكن لا يجوز صيام تطوع عن المتوفى طب إحنا عايزين نقدم هدية للمتوفى في كلنا لنا أموات يعني أحباء بنحبهم وبنعزهم جدا وعايزين نقدم لهم هدايا إيه الهدايا اللي نقدمه لهم ينفع نصوم عنهم تطوع؟ لا ينفع نصلي وندلهم ثواب الصلاة؟ لا ومال إيه؟ فيه خمس حاجات سبتة بيصل الثواب والأجر منها الدعاء الاستغفار الصدقة الحج العمرة احنا قلنا أول حاجة الدعاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الاستغفار لأن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع مكانة العبد باستغفار أولاده أو أهله له فالعبد المتوفى يلاقي نفسه بيرتقي في الجنة لمنازل مرتفعة فيسأل ربنا يقول يا رب أنا معدتش بعمل يعني بمعملش حسنات بمعملش خير إزاي بارتقي وارتفع؟ ما الذي بلغني هذه المكانة؟ فيقول له رب العزب استغفاري ولا ديك لك إذن الاستغفار مهم جدا ولذلك من رحمة ربنا أنه خلانا نقول في الصلاة بين السجدتين ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة طيب قلنا الدعاء لاستغفار ثالث حاجة الصدقة من المعروف أن الصدقة بتصل للمتوفى والصدقات الجارية بالأخص والرسول صلى الله عليه وسلم قال سبع يجري أجرهن للعبد وهو في قبره بعد موته من علم علما أو حفر بئرا أو أجرى نهرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو رب ولدا صالحا يدعو له بعد موته كذلك الحج والعمرة لأن لما فيه واحد سأل لرسول صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن فيها اختلاف لكن إذا كان من الأولاد اللي هما من الصلب أو من الأهل الأقربين بنقول إنه ممكن على بعض الآراء أن يكون الأجر بيصل على اعتبار أن ولد الإنسان من سعيه والقرآن بيقوله أن ليس للإنسان إلا ما سعى لكن إنه نحن نجيب مقرأ أو نجيب شيخ ونقعده مثلا على المقابر يقرأ القرآن ونقول بنها بالسواب للمتوفى لا ده ما ينفعش المتوفى في شيء ولا يصل المتوفى وهذا ليس من الشرع في شيء يبقى إذا ما نصمش تطوع عن المتوفى لكن نتصدق عن المتوفى نستغفر للمتوفى ندعو للمتوفى يجوز إن إحنا نعتمر عن المتوفى أو نحج عن المتوفى ده بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة ونسأل الله تعالى أن يلهمها الصبر وأن يجمعها بولادها في الجنة إن شاء الله وطبعا إحنا عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفنا إن الأم أو الأب اللي بيصبروا على فقد الولد في الدنيا بيكافئهم وربنا يوم الإيامة يوم الزمأ يوم العطش بشربة هنيئة من نهر الكوثر لا يزمؤون بعدها أبدا نرجع تاني إحنا كنا بنتكلم عن سورة التوحيد وقلنا سورة التوحيد هي قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يالد ولم يورد لما يكن له كفوا أحد الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من قرأ سورة الإخلاص في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطته وحملته الملائكة بأكفهم يوم القيامة ليجيزوه الصراط إلى الجنة يعني فضاء العظيمة لهذه الصورة لأنها بتخبرنا عن علم الحقيقة عن توحيد الله عز وجل هناك كلمة تسمى كلمة التوحيد القرآن سمها الكلمة الطيبة في سورة إبراهيم ربنا بيقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إذا بحثنا عن الكلمة الطيبة علمنا أنها كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله وإذا بحثنا عن الشجرة الطيبة علمنا أنها النخلة وإذا بحثنا في قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء علمنا أن خبراء الزراعة يقولون إن جزور النخلة التي تضرب بها في أعماق الأرض يبلغ طولها مثل طول النخلة فوق سطح الأرض فسبحان الخالق العظيم الذي قال أصلها ثابت وفرعها في السماء كلمة التوحيد هي قول لا إله إلا الله والكلمة دي لها النفع والخير كله في الدنيا والآخرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدْهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُهَا عِندَ مَوْتِهِ إِلَّا وَأَشْرَقَ لَهَا لَوْنُهُ وَفَرَّجَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ كُرْبَتَهِ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُخْرِجَنَّا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ يَوْمًا مِنَ الظَّهْرِ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ وفي رواية وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُدْخِلَنَّا الْجَنَّةَ مِنْ قَالَ يَوْمًا مِنَ الظَّهْرِ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ وكلنا عارفين حديث البطاقة اللي بي Erinhan يكون عنده سيئات كتيرة متلتبة فوق بعضها تضع في الميزان وربنا يقول له هل لك من حسنة يقول لا يا رب الإنسان بقى عارف أنه كان مزنب وكان عاصي يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول إنك لا تظلم عندنا بل لك حسنة فيؤتى ببطاقة البطاقة دي فيها الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله توضع في كفة فتطيش أمامها كل الزنوب والسيئات ويدخل العبد الجنة بالشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله سبع كلمات كل كلمة منها تغلق بابا من أبواب جهنم السبعة وده من كرم ربنا سبحانه وتعالى على خلقه لذلك نلاقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وهو في سكرات موته يوشك بصاط العمر أن ينطوي والشمس دخلت مجال الكسوف وأبو طالب أصبحت عيناه تحلقان في الأفق الرحيم فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه الذي رباه ودافع عنه طول حياته ويجلس بجانبه وهو في سكرات موته ويقول له يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة التوحيد كلمة أشهد لك بها أمام الله مشهد تشيب له نواصي الولدان كان أبو جهل يجلس مع أبي طالب فسمع كلمة التوحيد فكأن صاعقة نزلت فحطمت كيانه فقام وصاح قائلا يا أبا طالب لا ترغب عن دين الآباء والأجداد وظل الحبيب يلح وظل أبو طالب يصر وبين إلحاح الحبيب وإصرار أبي طالب جاءت سكرة الموت بالحق ومات أبو طالب دون أن ينطق بكلمة التوحيد فماذا كان مصيره نعرف بس بعدما نأخذ الاتصال من الأستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسلام عليكم أهلا وسلام عليكم أهلا فضلت الشيخ أهلا حق الإنسان المؤمن أنه ينطق بسرط الإخلاص على وضوء أو غير وضوء حاضر شكرا جزيلا يعني أنا عايز أن نستمجل في سورة الإخلاص يعني راح يولع ومتوضع أو غير وضوء حاضر تمام شكرا جزيلا أستاذ محمد تفضل طبعا الأخونا الكريم بيسأل هو عايز يكسر من قول لكله والله أحد من قراءة سورة الإخلاص فبيقول هل لازم أكون متوضع طبعا لا مش لازم تكون متوضع قراءة القرآن بدون مسك المصحف والذكر الله عز وجل جائز في كل الأوقات فلا يشترط له الوضوء لكن أما تيجي تمسك المصحف تكون متوضع لا يمسه إلا المطهرون لكن بالنسبة لقراءة القرآن ننتحى في سورة الإخلاص وحتكراها من ذهنك عن ظهر غيب اقراها سواء أنت على وضوء أو على غير وضوء في جميع الأوقات وإعرف أن كان فيه صحابي من الصحابة بيقرأ سورة الإخلاص كتير في جميع أحواله وحتى لما يجي يصلي بيقرأ في صلاته بسورة الإخلاص فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله وقال له أنا بسمعك دايما تقرأ سورة الإخلاص قال له لأني أحبها يا رسول الله قال حبك إياها أدخلك الجنة لا يشترط الوضوء عند قراءة سورة الإخلاص عن ظهر غيب اقرأ ما تيصر لك في أي وقت وربنا يتقبل إن شاء الله تعالى سيدنا رسول الله سلم بيطلب من عم أبو طالب أنه يقول كلمة التوحيد قبل موته لكنه بيموت دون أن ينطق بكلمة التوحيد طول حياته فيحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا ويخاطب الجسمان المسجى ويقول له يا عمي أما إني سأستغفر لك الله ما لم أنهى عن ذلك وإذا بسفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فيحزن النبي على مصير عمه وعلى أنهم من أصحاب الجحيم لأنه كان يحب عمه فينزل عليه جبريل تارة أخرى بقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ثم ماذا أيها المشاهدون الكرام أ أبو طالب في الجنة أم في النار اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن مصير عمه فيقول إن أخف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب يعني أخف المشركين عذابا يوم القيامة أبو طالب فما هذا العذاب الخفيف قال يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي الماء في القمقم كتب على أبي طالب هذا العذاب لأنه أبى أن ينطق بكلمة التوحيد رغم كل الخير الذي كان يقدمه والعون الذي كان يقدمه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن كلمة التوحيد تعطي صاحبها الأمان وترفع صاحبها إلى أعلى الدرجات وتضمن لصاحبها دخول الجنة وتذهب الهموم وتفرج الكروب عندما خلق الله الأرض أخذت تهتز وتميد فأرساه الله بالجبال الراسيات فقالت الملائكة يا ربنا أخلقت ما هو أشد من الجبال قال الحديد يقطع الجبال قالوا أخلقت ما هو أشد من الحديد قال النار تذيب الحديد قالوا أخلقت ما هو أشد من النار قال الماء يطفئ النار قالوا أخلقت ما هو أشد من الماء قال السحاب يحمل الماء قالوا أخلقت ما هو أشد من السحاب قال الرياح تجري السحاب قالوا أخلقت ما هو أشد من الرياح قال ابن آدم يسخر الرياح قالوا أخلقت ما هو أشد من ابن آدم قال النوم فإن النوم يغلب ابن آدم قالوا أخلقت ما هو أشد من النوم قال الهم فإن الهم يذهب النوم فقالت الملائكة يا ربنا أو خلقت ما هو أشد من الهم قال ذكري وقول لا إله إلا الله فإن ذلك يذهب الهموم ويفرج الكروب عندما جاءت نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال دين السعادة والمحبة عدنا لحضراتكم من جديد أيها المشاهدون الكرام وعودة إلى الحديث عن التوحيد عندما جاء رائد فضاء روسي إلى مصر وسمع الأذان في الأزهر الشريف يرفع كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله ارتعدت فرائصه واخشعر بدنه وقال يا هؤلاء ما هذا الصوت الغريب أقسم أنني سمعت الكلام الذي أسمعه هذا على سطح القمر لكنني لم أدري أين مصدره رغم أن الجو مفرغ من الهواء فوق سطح القمر والصوت لا تنتقل موجاته إلا عبر الهواء ومع ذلك فقد سمع فوق سطح القمر أذاناً يوحد الله لكنه لم يدري من أين جاء هذا الأذان سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد وإلى علاك عن الجبين الساجد رهباً وكل الكائنات توحد نود أن نفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهذه مصطلحات في العقيدة الإسلامية ولكن ينبغي أن يعلمها كل مسلم يعني إيه توحيد الربوبية ويعني إيه توحيد الألوهية توحيد الربوبية يختص بأفعال الله عز وجل أما توحيد الألوهية يختص بأفعال العباد إيه معنى الكلام ده؟ توحيد الربوبية معناه أن نقرأ بأن الله عز وجل هو الخالق القادر الرازق المدبر المحي المميت يبقى عندنا يقين بأفعال الله عز وجل وتوحيد الربوبية ده بيتحد أو يشترك فيه كثير من الناس المؤمن وغير المؤمن حتى إن كفار مكة كان عندهم توحيد الربوبية إزاي كان عندهم توحيد الربوبية كانوا عارفين إن اللي خلق الكون ده هو الله وإن اللي بيرزق هو الله لكنهم كانوا بيعبودوا غيره هنوضح أكتر بس بعد ما ناخد اتصال من الأستاذ فاتح السلام عليكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا أتفضل أهلا أهلا حاضر 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 يا أستاذ فاتحي هجاوبك إن شاء الله شكرا حنجاوب على سؤال الأستاذ فاتحي بس بعدا ما نكمل الفرق من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية احنا قلنا توحيد الربوبية دا كان موجود عند كفار مكة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم إذن عارفين إن اللي خالق هو ربنا والرازق هو ربنا ومع ذلك كانوا بيعبدوا أصنامه وبيشركوا بالله عز وجل توحيد الربوبية خاص بأفعال الله إنك على يقين أو على إقرار بأفعال الله إنها حقيقة إن ربنا قادر إن ربنا خالق إن ربنا رازق إن ربنا محي إن ربنا مميت أما توحيد الألوهية خاص بأفعال العباد إننا بقى أعمل أعمال توحد الله عز وجل إننا أعبد الله فقط صلاتي ونسك يوم أحيا يوم ماتي وكل عبادتي لله إننا لا أشرك بالله شيئا إننا لا أتوسل بأحد إلى الله لا توسل بالأولياء ولا وسط بين العبد وربه إننا لا أحلف بغير الله لأن من حلف بغير الله فقد أشرق إننا لا أذهب إلى العرافين والدجالين والصحرة والمشعوزين لأن من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد الأمور دي كلها إننا ما يبقاش عندي نفاق ما يبقاش عندي رياء إننا أعمل العمل اللي أنا بعمله من صلاة من زكاة من صدقة من خير وأنا ببتغي وجه الله فقط وما يبقاش عندي رياء ما يبقاش عندي نفاق لا أشرك أحدا من الله مع الله في هذا العمل في الحالة دي بيبقى اسمه توحيد الألوهية إننا ده خاص بأفعال العباد إن أفعال العباد موجهة كلها إلى الله عز وجل لأن توحيد الربوبية مأخوز من كلمة الرب والرب هو الصاحب أو المالك أما التوحيد الألوهية مأخوز من الإله والإله هو المعبود بحق ناخد اتصال من الأستاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا بيك تفضل اتفضل براحتك اتفضل براحتك اتفضل براحتك حاضر مارش حاضر تمام حاضر يا سيد محمد حجوبك تفضل شكرا جزيلا الآخر الكريم له سؤالين السؤال الأول هنفصل بين أمرين هو بيقول لما باجي أتوضى بشعر أن أنا ممكن يخرج من ريح لكن ما يخرجش في الحالة دي أنا عايز أقول أن بعض الناس عندها وساوس في الحالة دي إحنا بندفع الشك باليقين يعني اليقين عندنا أن أنت بتتوضى يعني أن أنت على طهارة الشك عندك أن فيه ريح هيخرج لكن الشك ده لم يتحقق فأنت بتطرد الشك وبتتحلى باليقين هنا اليقين هيغلب الشك تمام لأن الأفعال عندنا والأحكام بتبنى على الرجحان واليقين وليست على الشك والتخمين في الحالة دي بتصرف عنك الوسواس لكن الإنسان اللي مصاب بسلس بول أو انفلات في الريح ده له حكم تاني في بعض الناس بيكون عنده الحكم ده في الحالة دي بيتوضى لكل صلاة وضوء جديد وبيتوضى بعد دخول الوقت يعني بعد الأزان وبيحكم غطاء على مكان الخروج البول أو الريح بحيث أنه هو يتحكم في نفسه أن الثوب بتاعه لا يتنجس وبيصلي حتى لو شعر بشيء بيخرج منه أثناء الصلاة بتكون صلاته صحيحة وما فيش عليه حرج مدام هو مصاب بمثل هذا الأمر سلس البول انفلات الريح أو الاستحاضة عند المرأة اللي هو الدم اللي بينزل فيه غير وقت الدورة الشهرية ناخد اتصال من الأستاذ سلامة ونرجع تاني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا بك أستاذ سلامة تفضل معي يا خضيري الشيخ محمد على دماغي تفضل أهلا بك دلوقت يا الشيخ محمد أنا طلعت الزكاة يعني حددت للفرض 15 تمام زكاة الفرض وإحنا خمس أفراد ربنا أتقبل ماشي يا أستاذ سلام حجوبك حاضر تفضل شكرا جزيلا الأخ الكريم بيتكلم عن زكاة الفتر وإحنا اتكلمنا قبل كده في شهر رمضان مرارا وتكرارا إن زكاة الفترة لابد إن هي تخرج قبل صلاة العيد وإلا صارت صدقاء طيب إحنا بنقول إن الإنسان يكون حريص على إنه هو يخرجها قبل صلاة العيد وتخرج في الليلة الأخيرة من شهر رمضان يعني في آخر يومين في ليلة العيد في التوقيت اللي زي كده وإذا حد خرجها من بداية الشهر فهي جائزة وإحنا قلنا إن هي بتخرج بصاع عن الفرض تقدر بصاع عن الفرض والصاع تقريبا 3 كيلو أرز عن الفرض وقلنا يجوز إخراجها نقدا وفقا لمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وقلنا كمان إن دار الإفتاء المصرية حددت 15 جنيه عن الفرض في زكاة الفطر الأخ الكريم واضح إنه هو أخرجها نقدا مش حبوب أو مش غلال وده جائز ما فيش فيه مشكلة لكن هو حسب الفرض بعشرة جنيه لأنهما خمس أفراد فربما يكون ما عندوش علم أو ما عندوش دراية بالحكم وبعد كده عرف الحكم ربما يكون كالناسي وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريه عليه لكن هو نية إخراجها كانت مستحضرة عنده لكن ما تبقى هو دين في رقبته مجرد ما تذكره أو ما أعلم به لابد إنه هو يخرجه يعني أنت الوقت عليك دين فرقبتك لربنا سبحانه وتعالى توصله للفقراء والمساكين اللي هو باقية زكاة الفطرة لكن مدام أنت كنت حريص على إنك تخرجها في وقتها وخرجتها لكن دون علم بكمها أو أنت خرجتها لأنها 10 جنيه وخرجت خمس أفراد بخمسين جنيه أو نسيت المبلغ المطلوب وخرجت المبلغ ده أو شيء من هذا القبيل في النحية دي بنحتاج بالخطأ أو النسيان لأن الرسول السلام قال روفي عن أمات الخطأ أو النسيان وما استكريه عليه لكن الإنسان اللي بيتعمد إنه هو ما يخرجش زكاة الفطر أو يخرجها نقصة لغاية لما معادها يعدي طبعا هو بيأسم ولو خرج بعد كده أي فلوس بتكون صدقة بس ما بتكونش زكاة فطر لكن مدام هو عنده خطأ أو نسيان إن شاء الله يخرج بقية الزكاة وربنا يعفو عنه ويصفح عنه نرجع تاني لسؤال الأخ محمد هو طبعا بيتكلم عن موضوع المضمضة بيقول لما جئت مضمض في الوضوء أو في الاغتسال أبلع المياه لا طبعا أنت بتبلعش المياه أنت بتبسك الماء لأن الهدف من المضمضة غسل الفم وتنظيفه مش بلع المياه الأخ الكريم اللي كان بيقول أنا لما بروح القبر كان بيكلم عن سؤال الملكين الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الإنسان لما بيدخل القبر بيستوي قائما كهيئتكم الآن يعني زي هيئتنا هو بيسمع والملكين بيجلسوه ولذلك احنا بنقول أنه بيكون رجلاه إلى القبلة ورأسوه في الاتجاه المضاد لها بحيث إذا أجلس صار وجهه إلى القبلة وبيبدأ الملكين يسألوه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا التلئين أن احنا بعد ما بندفن المتوفى وإحنا بنلحده وبنحول وجهه إلى القبلة نلقانه ونقول له سيأتيك الملكان فإذا سألاك من ربك فقل ربي الله وإذا سألاك من دينك دين الإسلام ونبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان الملكين بيقولهم أنه هو لق حجته أما بالنسبة هل الميت بيشعر بزيارة الأحياء الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا بنلقي السلام لما بنروح القبر السلام عليكم دارة قوم مؤمنين أنتم مسابقون ونحن إن شاء الله وبكم لاحقون وأتاكم ما توعدون غدا مؤجرون نسأل الله تعالى لنا ولكم العفو والعافية وده معناه أن الميت بيشعر وبيستأنس وبيأنس بزيارة الحي لكن بيشوف ولا ما بيشوفش بيسمع ولا ما بيسمعش ده هنقوله بس بعد ما ناخد الاتصال من أمم محمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم أهلا بك أمم محمد الفضالي لو سمحت يا ربك أهلا يا ربك ياردت وط التلفزيون أستأذنك وط التلفزيون بس واسمعيني من التلفون خلاص ماشي فضالي أهلا مع حضرتك فضالي لو سمحت الدم الدورة جات لي أول 6 أيام أيو في رمضان أو وبعد كده جات لي نص رمضان ما تقطعتش من ساعت بس مش دان ندور استحاضة ماشي ماشي يا محمد حاضر هل أني ينتع أصلي ولا ما ينتعش حاضر هجاوبك إن شاء الله تفضل شكرا جزيلا تفضل الأخت الكريمة بتقول على نقطة مهمة احنا قلناها كتير وقلنا عايزين أي أخت مسلمة تفرق بين الحيض والاستحاضة وقلنا دم الحيضة هو اللي بيبطل الصيام والصلاة لكن دم الاستحاضة المرأة بتصلي بتصوم بتطوب في البيت بتقرأ القرآن تمثل مصحف كل شيء لكن بتتطهر وبتغسل مكان نزول الدم وتحكم الغطاء وتستسفر بحيث إن ما يوصلش من الدم ده شيء للملابس بتاعتها علشان الصيام لا يصيبها نجاسة بتفرق كل أخت كريمة بين دم الحيض ودم الاستحاضة دم الحيض اللي هو لون معين ورائحة معينة وشكل معين بيختلف عن دم الاستحاض ودم الحيض اللي هو وقت معين كل واحدة بتكون عارفة وقت الدورة الشهرية بتاعتها بييجي إمتى أو بييجي من إمتى لإمتى وبتبقى عارفة إن ده دم الحيض أو دم الدورة الشهرية في غير ذلك بقى في غير الوقت ده في معاد آخر وبلون آخر وبرائحة أخرى الإفرازات التانية دي بتكون دم استحاضة بتقدر تتعرف عليها الأخت الكريمة وبتحاول إن هي تغتسل وتتطهر وتستثفر وتحكم الغطاء عليها وبتصلي وبتصوم وبتفعل كل الأفعال اللي بتحرم على الحائد وما فيش فيها أي مشكلة وإحنا قلنا قبل كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب إن المرأة المستحاضة غير المرأة الحائد وإنها بتصلي وبتصوم ولا تنقطع عن هذا الأمر وعندما سألت حملة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة فقالها إنما هي رقضة من رقاضات الشيطان وأقرب الصيام والصلاة معها نرجع تاني لسؤال الأخ فتحي اللي كان بيقول لما بروح أزور المتوفى بيشعر الواضح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سير الصالحين إن المتوفى بيشعر وبيأنس بزيارة الأحياء يقول العارف بالله موفق ابن الفضل لما مات أبي كنت أزوره في قبره ثم انقطعت عن زيارته فترة من الزمن فجاءني أبي في المنام والحزن مخيم على وجهه وقال لي يا بني لما جفوتني يعني لما هجرتني فقلت له يا أبتي هل تشعر وتعلم وتحس بي حين أزورك قال نعم أشعر وأستأنس بك وأرد عليك السلام بل إن الأموات الذين معي يخبرونني بقدومك ويقولون لي هذا هو ابنك فلان قادم لزيارتك فأصر كثيرا حينما أسمع قرع أقدامك وأنت قادم لزيارتي ناخد اتصال ثم نكمل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ علي أهلا وسهلا تفضل أهلا برفيك الله خليك برنامجك الجميع وتعزي سألت سؤالين مع لك يعني تفضل براحت سؤال أول هل يوجد صلح مع التابعة أو القرين هل يوجد ايه هل يوجد صلح مع التابعة أو القرين أنا مش سامع كويس أه صدق ده واضح أه طيب ماشي تفضل سؤال الثاني مع التابعة أو القرين ماشي سؤالك الثاني تفضل يصالي السؤال الثاني معلش اه 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 علاج المسط العاشق حاضر ماشي اه بارك الله فيك شكرا جزيلا حاضر يصالي تفضل شكرا جزيلا الأستاذ علي سأل سؤالين في غاية الخطورة أه وأمور بيعاني منها كثير من الناس أولا موضوع القرين بعض الإخوة والأخوات اللي بيشاهدونها الوقت ممكن ما يعرفوش يعني ايه قرين فالقرين يا جماعة هو جني مخلوق على نفس صورة الإنسان يعني كل إنسان له قرين على نفس شكله وعلى نفس هيئته ملازم له بيلازمه وملتصق به وبيتحرك معاه ويروح معاه وموجود معه طول حياته الدنيا الإنسان ما بيقدرش يشوفه في حياته الدنيا لكن هو ملازم له بيدفعه لعمل السيئات ويوسوس إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن كل إنسان مننا مع قرين فقال ما منكم إلا وقد وكل به قرينه من الجن يلازمه ويوسوس إليه ويدفعه لعمل السيئات قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مع قرين إلا أن الله أعانني عليه فأسلم كلمة فأسلم دي بقى العلماء فصروها تفسيرين التفسير الأول أنه ممكن يكون فأسلم فعل مضارع يعني أسلم منه أسلم من وساوسه أسلم من أزاه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نفسه وده التفسير الأرجح والتفسير الثاني أنه يكون أسلم فعل ماضي يعني هذا القرين اعتنق الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وده خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم فقط لكن ما فيش حد مننا يعرف يصالح مع قرينه أو يعرف يتعامل مع قرينه أو يعرف أنه هو حتى يتكلم معاه أو يشوفه إلا يوم القيامة يوم القيامة القرين بيظهر قدامك على نفس هيئتك وبيتبرأ منك بعد ما كان بيوسوس إليك عشان تعمل السيئات القرآن قال لنا قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد لذلك الإنسان لما بيشوف قرينه يوم القيامة على نفس صورته وهيئته بينفر منه ويفزع في وجهه ويقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين إذن حتة الإنسان يبحث عن قرينه أو يحاول يحضر قرينه أو يتصالح مع قرينه ده شيء مرفوض تماما وغير عقلاني وغير مقبول أما بالنسبة للسؤال الثاني للأخ المتصل بيسأل عن المس وطبعا إحنا قلنا هو بتكلم عن المس العاشق هو أولا مس الجنية للإنسية له حالات معينة له كذا حالة الحالة الأولى أن السبب الأول من أسباب مس الجنية للإنسية ظلم من الإنسية للجنية والسبب الثاني ظلم من الجنية للإنسية والسبب الثالث عشق من الجنية للإنسية هنبدأ بالنوع الثالث اللي هو بيسأل عليه عشق من الجنية للإنسية فبيدخل الجن في جسم الإنسية أو العكس أو الجنية في جسد الإنسي من باب العشق وده إزاي نحصل نفسنا وإزاي نطرد الحاجات دي عننا هقولها حالا إن شاء الله بس أقول السبب الثاني إنه ممكن يكون ظلم من الإنسي للجن يكون الإنسي تبول على جن مثلا في الشقوق أو في الجحور لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبولوا في الجحور أو الشقوق فإنها مساكن إخوانكم من الجن أو يكون الإنسي ألقى ماء ساخنا على الأرض فجاه على جن دون أن يقصد فأزاه أو يكون الإنسي وقع في الحمام فوقع على جن دون أن يقصد في الحالة دي الجن بيحاول ينتقم فبينتقم بالمس والحالة الثانية ظلم من الجنية للإنسي إنه يمس الإنسي دون سبب وزي العشق هو بيمسه بسبب لكن لا يتسنى له هذا الأمر إلا في حالة من حالات أربعة يبقى لازم نتجنب الحالات الأربعة دي علشان نحصن نفسنا من المس الحالات الأربعة دي إيه؟ الغفلة الشديدة الغضب الشديد الخوف الشديد الانكباب على الشهوات أول حاجة الغفلة الشديدة يعني الغفلة عن ذكر الله هنرجع نكمل بس أما ناخد الاتصال من أم عمر السلام عليكم أهلا بك أم عمر وحضرتك طيبة تفضلي ربنا يحفظك ربنا يحفظك مبارح أنا اصحرت أنا أصحرت يعني أنا بسهولة ستة بيه؟ ستة مش أول فبعد المواصلات الفجر اصحرتك كده أنت مع نفسكي جاعت نفسي بطاقة طوحة جمدة وبعدين ردعت يعني ترجيب مش كتير ردعت وتفضلت وصنعت عن كده من الاتفاعات يعني كده باطل ولا إيه؟ حاضر لا إن شاء الله مش باطل حاضر يا موامر تفضلي شكرا جزيلا شكرا جزيلا ربنا يتقبل إن شاء الله فيما صيام تطوع وهو لصيام الست من شوال وبتسأل عن حكم القيء في أثناء الصيام طبعا القيء لا يفسد الصيام إلا إذا كان عمدا إذا الإنسان استقاء عمدا بأنه يعني وضع إصبعه في حلقه أو غمز بطنه أو شم رائحة نفازة تسير المعدة علشان يتقيق في الحالة دي إذا تعمد القيء بيكون الصيام باطل وعليه القضاء لو هو صيام فريض أما إذا الإنسان زرعه القيء يعني هي الأخت الكريمة بتقول إن هي كحة مع السعال تقيقة غصب عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه واضح وصريح من زرعه القيء فصيامه صحيح يعني الإنسان اللي بيتقيق غصب عنه صيامه صحيح وما فيش عليه أي حاجة ومن استقاء عمدا فسد صومه يعني الإنسان اللي بيتعمد القيء ده اللي بيكون صيامه فاسد وعلى كده أختنا الكريمة صيامها صحيح إن شاء الله وربنا يتقبل بنقول الحالات بيصاب فيها الإنسان بالمس أول حاجة الغفلة الشديدة يعني الغفلة عن ذكر الله إن أنت تعدي يوم كامل ما تذكرش ربنا تعدي يوم كامل ما تدخلش المسجد تعدي يوم كامل ما تبتحش المصحف ما تكرارش آية من كتاب الله الغفلة الشديدة لذلك إحنا عايزين نتجنب الغفلة ولازم كل يوم نفتح المصحف نقرأ ما تيسر لنا ندوم على الأسكار الحالة التانية الغضب الشديد لأن الغضب بيزج بصاحبه إلى ارتكاب أفعال غير طبيعي فالإنسان يتجنب الغضب ويتذكر دايما وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب الحالة التالتة الخوف الشديد لذلك ما تعرضش نفسك للخوف ما تمشيش في مكان مظلم أو مخيف لوحدك بالليل ما تمشيش في أرض المقابر بالليل لا تدخل مكان مظلم بمفردك إذا دخلت حجرة مظلمة فسمي الله إذا ألقيت ماء ساخنا على الأرض فسمي الله إذا قفزت من مكان عالم فسمي الله تعود نفسك على الزكر المستمر يبقى إحنا قلنا الغفلة الشديدة الغضب الشديد الخوف الشديد الانكباب على الشهوات يجب أن أنت تكون متحكم في نفسك ومش منكب على شهواتك علشان تحافظ على نفسك من هذه الأمور طيب علاج هذه الأمور التحصين والعلاج طبعا إحنا عندنا صورة عظيمة جدا هي كنز لكل مسلم اللي هي صورة البقرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بصورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني لا يستطيعها الصحرة ولا المرضى من الجن ولا غير ذلك لو أنت حفظت على قراءة صورة البقرة من حين لحين هتكون حصنة كامل لك بس تقرأها كاملة متصلة وانت مستقبل القبلة وتكون على طهارة أو على وضوء نأخذ اتصال من الأخت نور السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا يا أستاذ نور تفضل ربنا تقبل ربنا تقبل مش حارب شبته كده في المنام والداني ليه طبيضة كان بيوز وبعدين الداني ليه طبيضة ما شاء الله أبشر إن شاء الله طبعا أنا متجوز وما خلفتش يعني أبشر إن شاء الله يا أستاذ نور أبشر في مرة برضو حلم تاني جال الشيطان في اللي بتاعتني لأنني بأرى طبعا في سلط الكح في سلط آيد الكولتي وبعدين هو بجالي بقى صد ما جانم يعني بقى راه بقى راه تلات مرات وبقى راه بقى الحاجات اللي هي الزكار بتاعت الصباح المساء وحاجة زي كده تمام فالمهم جال الشيطان ومسلم علي بيقول أنا جاي دارس قلت بيدارس إيه يعني أنا عبرنا مدارس 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 دارس ما يكن ومسلمت حليل ايه ذو مش عالب ايه ذو يا بي ماشي حاضر مشكلين سيارتك يعني حاضر فضل شكرا جزيلا طبعا بداية أنا عايز أقول لك أن الرؤية الأولى دي رؤية أما التانية أضغط أحلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الرؤية ثلاث فبشرى من الرحمن وحديث نفس وتخويف من الشيطان ليحزن به ابن آدم فيه حاجات معينة بنعتبرها رؤية صادقة بالرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤية جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى بعد من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات ويا رسول الله قال الرؤية الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى لا أولا أحب أبشرك بأن الرؤية الصالحين تدل على صلاح الحال فلما أنت تشوف ناس من علمائنا الأجلاء الذين توفاهم الله عز وجل فده دليل على صلاح حالك إن شاء الله ورضى ربنا سبحانه وتعالى عليك وأن ربنا بيرفعك لدرجات طيبة لأن أنت بتقابل علماء وهدية المتوفى بصفة عامة أو عطية المتوفى بتكون مليئة بالخير فلما بيهديك شيء اعرف أن ده هيكون خير قادم لك أو رزق قادم لك اللون الأبيض يدل على الصفاء ويدل على النقاء وإذا كان لفة أنت مش عارف جواها إيه ممكن يكون إن شاء الله فيه بشرة طيبة بأن ربنا يرزقك بمولود يقرر به عينك بإذن الله في المستقبل ناخد اتصال من الأخت آية السلام عليكم أهلا بك تفضلي الله يرحمه الله يرحمه فأنا تسلمت بها أنها بقالت أطرح لأنها تيجي تقعد قدام كده ولا تسلمني خالص وأتسألني على أي حيوة خالص لا تسألني على أي حيوة خالص لا تسألني لا تكتب تمام فأخر مرة أخوة لا تب أنت عايزة مينك يا جاتب وليل أنت عايزة مثلا أو أي حاجة زي كده وانتردتش عليه وقامت تابينه وماشي حاضر يا أستاذ آي ماشي مرة قبل كده برضك إنتي بها جات لأفضل فبعد ما ماتت على أطول يا ماتة مالك ما تردت منه جات تسابت كل يعني جابت حجرها كده أكت خضرة تمام قدت لي جتا لهم تأخذي دول لك كلهم وما تورهمش لحد خالص خالص لأ خالص ماتة يا خلص ماشي لا قد منهم يعني اللي بنتي أفضل لها قد منهم لدنيا قالت لي لا دول لك بس حاجة منهم لحد وما تورهمش لحد ماشي يا أستاذ آي حاضر تضل شكرا جزيلا الأخت الكريمة لها قريبة متوفاة ظهرت لها في المنام دون حديث أولا أنا عايز أرشلك أنه مجرد ظهور المتوفى في المنام دون شكوى فده دليل خير لأن الإنسان لو عنده مشكلة الإنسان المتوفى عنده مشكلة بيتكلم بيتكلم إذا كان تعبان بيشكو من ألم بيشكو من نقص من جوع الإنسان اللي بيظهر عليه علامات والعياز بالله ألم معينة أو فقر أو سياب مقطعة أو سياب مهلهلة أو عمى أو أشياء من هذا القبيل ده اللي بيبقى فيه مشكلة بالنسبة للمتوفى لكن مجرد ظهور المتوفى دون شكوى فده يدل على خير أن ربنا سبحانه وتعالى سمح له سمح للروح أن هي تطوف وتظهر لأحبابها في المنام اللون الأخضر بصفة عمى يدل على النعيم وعلى الجنة لأن اللون الأخضر ده من الجنة ويلبسون سياباً خضراً من سندس وإستبرق المتكئين فيها على الأرائج لما يكون فيه حاجة من الثمرات الخضرة بيقدمها المتوفى للحي فهو بتحتمل أحد أمرين الأمر الأول إما أن يكون رزق ربنا هيبعثه للإنسان الحي وإما يكون وصية من الميت للحي بأنه يتزود من الحسنات لأن الخضرة دي رمز للحسنات وللطاعات فممكن تكون الخالة عليها رحمة الله بتوصي من تقتها أن هي تتزود من الطاعات أو من الحسنات وبتخصها بالنصيحة أن هي تتزود لأنها عارفة أنها مثلاً أهل خير وستجيب لهذا النصح إن شاء الله نأخذ اتصال من أم مصطفى من المنوفية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بك يا مصطفى أهلاً بحضرك أتفضل أهلاً بحضرك ما أقول لحضرتك يا دكتور أنا يعني ست مريضة بقالي سنتين عندي الألب شفاك الله وعفاك وعندي الكابل وعنده ضغط وصفة ربنا أعافيك إن شاء الله يموصف فأنا يعني الدكتور من سنتين اللي لازم صفتاري وقلت بسهم الحمد لله الحمد لله أنا السنتين الدكتور يعني يتخانع وعمل عشان الآن ويعني يعني وثقاً كما بيوصل لحد تبعين قال لهم لازم صفتاري تمام ربنا أتقبل ويثبتك يا أموصفة وأنا عرفت فهمت أنت عايزة تسألي على الأيام اللي أنت ما صمتهاش في رمضان تتعاملي معها إزاي أنا طلحت بإنسان ما هم هيلو في الشرع يعني يعني فديتي عن كل يوم فترطيب بفدية طعام مسكين تمام كده ربنا أتقبل وانت معاك عزرك طبعاً أنا دلوقتي كل ما شوف رؤية مثلاً دا مات أو كلان دا تعور بشوف رؤية بتتحقق بلفت اليوم أو تاني يوم تمام ماشي يا أموصفة تفضعلي شكراً جزيلاً ماشي الأخت الكريمة طبعاً بتتكلم عن هي واضح أن بينها وبين ربنا يعني صلة وخير فبتقول أن هي بتشوف في المنام أشياء وبتتحقق على طول ودي حاسة اسمها الحدث ودي موجودة عند عباد الله الصالحين وإحنا نذكر موقف الإمام علي بن أبي طالب لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات وعبو بكر الصديق مات كان بيحكي لنا بيقول بينما نحن في خلافة عمر بن الخطاب إذ رأيت في منامي كأنني أصلي الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغت من الصلاة اتجهت نحو باب المسجد لأخرج فوجدت امرأة تقف أمام باب المسجد وتحمل في يدها طبقاً فيه طمج أعطتني إياه وقالت لي علي خذ هذا الطبق وأعطيه رسول الله كي يوزعه على أصحابه قال فأخذت منها الطبق واتجهت به نحو رسول الله وأعطيته إياه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطبق وأخذ تمرأة ووضعها في فميه قال فلما شعرت بحلو طعمها قلت له زدني تمرأة أخرى يا رسول الله لكنني استيقظت من نومي قبل أن يزيدني سمعت الفجر يؤزن فخرجت ليصلي الفجر خلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما فرقت من الصلاة اتجهت نحو باب المسجد لأخرج فوجدت رؤية تحققت يعني اتحققت يبقى الوجدت المرأة التي رأيتها في منامي واقفة أمام باب المسجد وتحمل في يدها طبق الطمر قالت لي علي خذ هذا الطبق وأعطيه أمير المؤمنين كي يوزعه على أصحابه قال فأخذت منها الطبق واتجهت به نحو عمر بن الخطاب وأعطيته إياه الرؤية بتتحقق برضه فوضع عمر يده في الطبق وأخذ تمرة ووضعها في فمي فلما شعرت بحلو طعمها قلت له زدني تمرة أخرى يا أمير المؤمنين لكنه تبسم في وجهي وقال يا علي لو أن رسول الله زادك لزدناك فاخشعر بدن علي بن أبي طالب وقال ما هذا يا ابن الخطاب أهي رؤية رأيتها أم غيب اطلعت علي قال لا والله لا هذا ولا زاك لكنها القلوب إذا صفت فعرفت فوفت فأحبت فشفت فانكشفت فأضاءت فأنارت فاستنارت فوحدت اتقوا في رأسة المؤمن فإنه يرى بنور الله فربنا بيختص بعض ناس من عباده بالحسة دي الحسة دي اسمها الحدس أنه ممكن الإنسان يشوف منامات والمنامات دي تتحقق وليس بعجيب أن ترى في صبح كما تمثل لك في نومك ظاهرا أمام ناظريك أو أمام عينيك هنرجع للسؤال بتاع الأخ الكريم اللي كان بيسأل على كيفية الوقاية من المس أو السحر أو هذه الأشياء إحنا قلنا أول حاجة سورة البقرة قراءتها تكون قراءة كاملة متصلة وتكون متوضي ومستقبل الإبنة الحاجة التانية أن فيها عندنا حصد من الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير لو قلت الزكر ده في يوم مئة مرة يكون لك حرز من الشيطان وربنا يحصنك هنكمل بس ما ناخد اتصال من أبو خالد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا بك أبو خالد كل عام أنت بخير السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل سمعينك أبو خالد وقت التلفزيون لو سمعت السلام عليكم طيب وقت التلفزيون وبأسمع من التلفون بس وعاود لاتصال إن شاء الله ممكن ترجع تاني تفضل يبقى احنا اتكلمنا اتكلمنا عن التحصينات واتكلمنا عن سورة البقرة والذكر اللي احنا قلنا لا إله لالله وحده ولا شريك لالله ولمورك ولله و الحمد يوحي وميته وعلى كل شيء قدير مئة مرة فيه دعاء إبطال السحر أو إبطال المس وده بيتقال بعد كل صلاة لمدة أسبوع لمن يشك في نفسه إنه هو مصاب بحاجة اللهم إنك أقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله فيه عندنا كمان ورق السدر أو النب وده علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نجيب منه سبع ورقات والسبع ورقات دول نجففهم وندوبهم فيه إناء فيه ماء وحد متوضع حافظ أو قارئ يقدر يقرأ الكرآن بطريقة صحيحة يضع يده اليمنى وهو مستقبل الإبلا ويقرأ آيات الرقية الشرعية اللي احنا ذكرناها قبل كده على إناء الماء الإنسان المصاب اللي بيشعر أنه مصاب بمس أو بسحر أو بحسد بيغتسل بهذا الماء وبعد ما بيغتسل منه بيلاقي نفسه بإذن الله تعافى كمان عندنا الطمر الإنسان برضو اللي بيشك أنه مصاب بشيء بيعد أسبوع كامل يفطر على غري بسبع تمرات عجوة يعني من الطمر الطري لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تصبح في يوم بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم مس ولا سحر ولا سم إبقى إذن الإنسان طول ما هو عايش مع الزكر ومع القرآن ومع الصلاة بيكون معصوم بفضل الله تعالى نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهد أبالكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصوت في الأمور والاعتدال دين اوسع النام دين اوسع دين